نشكر قناة النهار على هذه الدعوة ونشكرك أخوه بارك الله فيك فيك باركة أعطيت أنا مجموعة من الأقام في البداية قلت بأنه هناك تسع دول عربية تحصلت على الأقل على ميدالية وخليلي نذكرهم هناك دول لأول مرة في تاريخها تحصلت قبل ذلك الرياضيين الآن 22 الرياضي وصل إلى الجزائر مشاركة أولمبياد توكيو على كل حال الحمد لله لوصلوا بخير للأرض الوطن ما يخفلكمش الألعاب أولمبيا على مستوى في ما يوجد في الرياضة ككل على كل الإختصاصات أولا يجب أن من هذا المنبر أولا أن نعرف المرض لكي نعرف الدواء أولا لكل حصاد يجب أن يكون زرع لازم نشوفوا إحنا زرعنا مش نحصدوا اليوم بيضاليات هذا هو السؤال الذي نطرحه اليوم هذه الأجوبة التي يجب أن تكون على هذه المقاطعة تابعنا المدير الفني الوطني للمصرع عدريس حواس الذي قال لك اليوم بأنه شاركنا في هذه الأولمبياد وكانت بالنسبة له مشاركة مشارفة رغم أن المصرع الجزائرية خرجت من دون أي ميضالية نعطيك مثلا سوريا تصور بأنه شاركت بستة رياضيين فقط وتحصلت على ميضالية برونزية الجزائر ب44 رياضي ولا ميضالية اليوم على كل حل يعني الوفد السوري أكثر أقل من الوفد المصارعة فقط وتحصلوا على ميضالية برونزية شوف أخو عمر أولا لازم تكون عندنا تعقافة رياضية رياضة معروفة كما نقوله حنايا قواعد رياضة لازم تقبلها وتأقلم معها بالقواعد متاحة أنه تشوف دول أنه تصرف وتحضر في مستوى عالي نحضر على المستوى العالي ما نحضرش هناك كما نحضره هنا نحضر لك لي أفضل منه وما يتحصلش على ميضاليات ويصرفوا ويحضروا ويتحصلوا على ميضاليات هناك كائن هناك معادلتين لازم تقبلهم في زوج لازم تقول بلي احنا رياضة تصرف وتحضر وما تديش احنا ذوق كما قلت لك نكمل لك الفكرة أنه لكل حاصد يجب أن يكون زرع لازم نشوفوا احنا كرياضة جزائرية بسيفة عامة وش احنا وش زرعنا مش نحصده اليوم ما تقدش تكون انتايا اليوم تأكل عنب ولا تأكل تفاح بيدون سجارة تاعو لازم تكون السجارة أولا احنا أولا احنا الزرع ما كاش لازم اليوم نقولوا حقيقة أنا قلتها تكلمتها مع مسؤولين كبارا أنا معروف بصارحتي واليوم جيت هنا مش نصارح 40 مليون جزائري أو 43 مليون جزائري نصارح السلطات نصارح أنا روحي نفسي أولا ما نقدبش على روحي بس كأنه قلت لك لازم تعرف المرض مش تعرف مش للقادة وقت تاعو انه احنا رأنا بعاد 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 سواء منشاءات سواء شوف نعطيك نعطيك مثل مثل باسط جدا ليعرفوه كل اتحار تتقول ما كاش مشاته كان بعض المسؤولين كانوا يقولون بأنه يقدروا رياضيين الجزائريين كامل يحضروا في الجزائر ما يروحوش حتى للخارج أخي عمر كالي قال نقدر نحضر بطول كأس عالم يا أخي كل واحد وشي كالي قال لك احنا أفضل من السويس في الصحة كل واحد وشي دوك احنا ذوك هذا وقت فات هذا وقت عصابة فات دوك كل واحد مسؤول ويصرحوا شي حب أنا نحضر على أنا ذوك مسؤول على تصريحة تاعي أنا أنا جيت اليوم صارح باللي نعطيك مثال خفيف أنه كل اتحادية لازم لها دورو في عمل لازم جو كما نقوله كوندوسيون دو طرف الاتحاد كون في أعلى مستوى مش غضروا نصيروا اتحادية ونصيروا الرياضي نصيروا كل بطولة تاعنا احنا رح مدى بكم جيبوا كاميرا وطلحوا تشوفوا المقر الاتحادية اللي موجود في المورلس تياس في داري براهيم رحوا نشوفوا المقرات تتعطيك خبر على الرياضة تاعنا مدرحش بعيد ما نبعدوش ما ننوحوش المشاءات وصالة وتحذير وماتيريال رحوا نشوف غير المقر أنا شخصين عايت له يستبل شخصين قاعدنا عارض تشوفوا عيب 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 نجيبوا ذوك نجيبوا أي أجنابي تقول له يجي نعرضنا كأي دولة نديروا معها نتبادل أو نديروا مع إحتيكك عيب نحشم لكن نقوله جزائر بلدك قارة وقد ميحنا عدنا رحشوف المقر أسكو عندك صالة أو منشاءة بمعايير عالمية أولمبية نتحدى أي ذوك جيب لي صالة أنا نهضر الحالية مكناش ما عندكش ولا مركز قاعدة حرشة حسان ما تصلح قاعدة بيضاوية بالصح ما راهيش لازم يكون عندك قاعات مخصصة لكل الرياضات كل الاتحادي عندها قاعة مخصصة لها في التحضير تح حرشة حرشة نعبو فيها مقابلات ونعبو فيها بطولات كما نقوله موسيمية ما عندك ضرف يومي تلتيم يومي تلتيم وتخرج أنت راح تنظم ألعاب البحر بيضاوية المتوسط أنت بلد راح ينظم ألعاب البحر بيضاوية المتوسط بيوهران نعم كيفاش يعني البعض الألمي اللي يشوفنا يتسأل يقول كيفاش معدك شمو المشاءات اليوم نعم دوك احنا المشاءات راي في التحضير أنه شوف كل بلد كل بلد أي بلد ينظم أنا درت عدة ألعاب درت حوالي تماش بوطولة أعلامية كرياضي كمدرب أي بلد ينظم ألعاب خاصة الألعاب يكون فيها كلش جديد كلش جديد صالة متعدة رياضات جديدة كومبليكس أولمبيك جديد ديزوتيل جديد كلش جديد احنا نظمنا شعر من ألعاب ألفين واربعة ألفين وسبعة ألعاب إفريقية واليوم أنا رايحين بحل أبيض متوسط ما كاش قاعد جديد كان ملعب جديد واحد من القاعد ما كاش نعطيني قاعد نحل الأرض الواقعة أنا نحضر وش كاين في الأرض الواقعة ما كاش اسمها أنا مدابية أخو عمر المشكلة تعني اليوم هو القاعد شوف أخو القاعد وين نحضر الفارق أنا نحضر لك اليوم أنا نحضر لك اليوم معدنا مشكلة تقاعد أنا كمسؤول رياضة مثل كاراتي معدنا معدناش قاعة خاصة معدناش قاعة خاصة يقدر يحضر في أي قاعة أنا على ما أظن في رياضة الكاراتي يجب أن تكون عندك قاعة خاصة على العام ما تقدرش تتحضر لازم يكون عندك البيصط تاعك ينفرش على العام يكون عندك قاعة تحضير مسكولاسيو لا بالنسبة للمنتخب الوطني لكم أكيد عندكم قاعة تحضروا فيها ما عندناش قاعة نحن ننطينيو نحن ننطينيو في فندق ما نسميش فندق في فندق معروف تشوف القاعة ربما هذا الستوديو وزيد له شوية يا تارى فريق يضم 30 مسارع يحضر في مكان كما هذا منتخب الوطني للكاراتي في فندق يحضر في فندق واروح وشوفه أنا مرحبا بكم في أي وقت أنا مدى بيجوا تشوفوا وتبعتوا الانشغالة أنا لكن هذه الانشغالة أنا كمسؤول أنا عندي طريقة كيفاش اللحق الانشغالة تتاعي الحمد لله اليوم قصدنا فتحنا طبطبنا فيه بطونا وفرونا قاعة وفرونا قاعة مؤقتة مع المدير الشباب والرياضة للحيية تعالى الجزائي العاصمة اللي حيية من هذا المنبر أنه سهل لكل أمو يطيقوا ورقة في زوسوية بعتلي فاكس استغلال قاعة بس على القاعة هذه كراهي فارغة بس كما كاش نوادي تحضر فيها أعطنا عني مش نحضر البطولة العالم لدينا إن شاء الله في نوفمبر وعندنا بطولة إفريقية ومن هذه البطولة ومن حتكم بطولة العالم مش نحضروا الألعاب البحر الأبيض المتوسط عدنا الألعاب عدنا بطولة عالمية إن شاء الله ستكون في دوباي وعندنا بطولة إفريقية إن شاء الله ستكون في مصر بالقاهرة إن شاء الله اليوم في أولمبياد شاركت بي لمياء معطوب فقط وكانت انهزمت في تلت لقاءات الأول أمامها السويسرية ثم الإيرانية ثم السينية وتعدلت في المباراة الأخيرة لها أمام المصرية هذه المصرية فريال عبد العزيز التي تحصلت على الميضالية الذهبية ونبارك لها من هذا المنبر ونبارك لأشيقائنا المصريين مبروك عليهم التتويج كيف اليوم يقول لك مثلا في رياضة الكاراتي عندك من مصر عبد العزيز فريال تحصلت على ميضالية ذهبية وتعدلت في المنازلة الأخيرة بالتعادل البعض في مواقع التواصل الاجتماعي كانت تحدثوا قال بأنه كانت المنازلة كما نقوله بالعامية مخدومة هل صحيح هذا الكلام؟ شوف الأخ عمر بش المصرية تتأهل في المركز الأول لازم نهضره بالمعطاية أولا نروح لك تأهل المصرية عن تعنا أولا أنا مش يعرف الجمهور برك المستمع الكريم أنه ياسين جوري هذا اللي قدمهم عنده تلتشهر من أفريل الآن لأنه عندي أنافر على رأس الاتحاد من أفريل صحيح أنا من الأفضل أنا في مكاني هذا يجي مسؤولين الأولين اللي كانوا في الاتحادية في العهدة لي فاتت ويجيوا هما يتكلموا وهما اللي يبروا هادل تحضيرات هادوما بسكونا تحضيرات أولمبيات ما هنضر لك شارة تلتشهر بسكو عيف نبان باللي ما نعرفش رياضة لك أنا أدلك ونقول لك وقدرنا في تلتشهر وحاولنا وحبينا نجيبه ميضاني أنا إحنا سيرنا وش قدرنا سيروه في هذه أولا نسقلت لك رياضية مع طوبة أهلت بالكوطة بالكوطة صحيح يقولوا هذا شي بأنه تمثيرها من بين أحصل تلت رياضيين في أفريقيا نعم أنه هذه المسارعة من أفضل المسارعين ماشي أي وحدة جابوها من تينيس طاولة أو من ألعب القوة وحطوها في الكاراتي تأهلت بالكوطة هذه المسارعة عندها تاريخ عندها تتويجات اللي خلتها ماشي خيروها متكون من أفضل المسارعين إفريقيا مش زيد لك كان أبطال عالم الكل يعرف الفرنسية أليكسندرا ريكا خمس مرات بطلات عالم ما راح تشل أولمبيات شكو اللي يخير لم يمعطوب الأمير الإيراني واسمه أمير تلت مرات بطل العالم ديغلاس البرازيلي تلت مرات بطل العالم ما راحوش ما كاش عندهم حض وما وفقهم شكو اللي عز وجه ماشي يروحوا للأولمبيات ديجا مشاركة في الأولمبيات إنجازها حبي نقول الكرام من بين عشر مصارعين في العالم احنا البولة تعنا فيها خمسة خمسة معندها عشرة مصارعين لم يكت مواجدة من بين عشرة مصارعين هذا الشيء يشرف الجزائر أما ننحلك على اللقاء اللي بينها وبين ماصر فليان ما عندها حتى فايدة مش تتصارع بكل شراسة أو قوة مش تربح مصرية شقيقة مش تخلي أي واحد يجوز ويتخسر وتليمينيها فهمت شو حبيت نقول لك أنا شخصيا الناس ربما كاي الناس قال لك مي هدو ما مصريين هدو ما احنا ما عاونناش أوروبيين ولا ممولازمة ولا حبت هي تعاون مصارع كما نقوله مصارعة عاوننا اليوم المصرية بكل صراحة ما عاونتهاش قتلينا شيخ كومباطيت قتلي شفت باليانايا ما عندي حتى ما عنديش عاونتها بكل صراحة قتلي ما عنديش ما عندي حتى فايدة قتلي نقدر ندخل هنا بإصابة قتلي وانا عندي تحذيرات قتلي شيخ قتلي ذوق قتلي قتلي كما نقوله قتلي هذه صفحة مطوات هي ديجا كي دخلت المصرية مقصية قتلي أنا عندي مازال عندها بطولة عالم مازال عندها بطولة إفريقية بحل أبيض متوسط تقدر تدي بليسور كما الدولة بليسور كما نقوله هي باك محافظة على الصحة التحام محافظة على تحذيرات الجاية وبالتوفيق لها إن شاء الله في مشوارها المتبطين بقاتنا دقيقة فقط نعطي لك فيها كلمة أخيرة في هذه الدقيقة قل فيها متى شاء نشوف نحن يجب مراجعة شاملة لرياضة الجزائرية يجب من بداش نتكلمه بالأرقام تعلم إنفاقاته لأنه نحن لو تشوف مع الناس لحظة مندالات كبيرة وللناس نحن لا نجوش في بالك واحد بالمئة من إنفاقات تحض نحن تلقى نحن تكلم مع لميات مليار ومعادة نحن نعرفه كوراة القادم يتيري كما نقوله مع شميل يتيري بالون بالتيبيا ويخلص 300 مليون 400 مليون ورياضة قيتالية رأنا ما زالنا نبحثوا على قاعة أنا من هذا المنبر أنه نطلب من السلطات تشوف الرياضة الفردية لأنه مشاركين كلهم من رياضة الفردية قيتالية وفيها ألعب قيوة وفيها سباحة وفيها رياضة أخرى تعطي أهمية رياضة الفردية لأنه رياضة الفردية هي اللي رأي يجيب في الميداليات على مستوى الإفريقي على مستوى العالمي على كل مستوى المحافل الدولية من غير فريق الكوراة القادم لي في الآخر بعد 30 سنة مش التوج بالكأس وموافقين إن شاء الله شكرا لك على صراحتك وبيع توفيق في الإحقاقتين المقبلة وشكرا لجمهورنا الكريم أيضا لك ظهور شكرا لك عمر